مشاهدين عبر قناة البلاد مرحبا بكم نستضيف في هذا العدد سيد فاروق دهيري مترب المنتخب الوطني لكرة اليد والذي سنتطرق فيه إلى تحضيرات المنتخب الوطني استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2026 بمصر مرحبا بك فاروق في عدد الله يسلمك شكرا على الاستضافة مرحبا الله فيك سيد فاروق كيف تجري تحضيرات لكأس أمم إفريقيا بمصر تحضيرات تجري بصفة عادية الفاروق راح يحضر في جو لبس به في جو جيد جدا رايح ونحضره بتدريبين في اليوم فترة صباحية ومسائية ونخضنا آخر شيء آخر تربص في قطر جرينا ثلاث مباريات في العموم الحمد لله الفاروق راح يحضر في أجواء لبس بها وكنا عزيمة من الذهاب البطرة الإفريقية بمعنوية مرتفعة إن شاء الله وصولك لمنصب الناخب الوطني ترافق مع وجود لغط كبير بإقالة الناخب الوطني السابق صالح بوشكريو قبل أن تلقى تلكان يعني ما كنتش متخوف من ضيق الوقت لتحضير العديد من هذا طبعا يعني لا يعني وش نحن قل لك أنا لبيت نيدال وطن من المفروض كنت على رأس العارض الفنية منذ سنوات وحتى منذ فترة ما كانش فيها كما قل لك مكتوب وانا كنت في العارض الفنية كان عندي ارتباط آخر شيء مع النادي شمال قطري كان فيه اتصال قبل ما كانش دورو في ما سمحتش ونقدرنا قيت يعني قمنا بعدة عمليات باتصالات مع الاتحال القطري مع النادي مع حتى الاتحال الجزائري ونقينا طريقة وانا كنت نقدر نكون حاضر مع المنتخب وهذا شرف لي وكما قل لك نداء الوطن لا يرد ورانا حاضرين منتخب منتخب جزائري لازم نكونوا حاضرين لازم نكونوا في الوجهة إن شاء الله يعني كنت لقيت العرض من مسؤولية اتحادية يعني وافقت تم تم فألا العرض ولكن يعني لا بأ أنا أول شيء مش من طبيعتي مش هذه اسمها وجوده اليوم اليوم هنا من المفروض لأني متواجد على العالي ظرفني كما سبق وقتلك منذ سنوات لكن كل شيء بمكتوب الله ما كانش موافقة بداية في الأول حبيت نساع حبيت نصلح فيما يخص بين اتحاد بعد شفت لي راهي وصلت لطريق مسدود واتحاد قاعدوا يصروا عليها مش نكون حاضر مع المنتخب مش صدفة فقط خطر يعرفون يعرفوا وانا نعرف يعني اللاعبين جد المعارفة فاكتر اللاعبين يعني عدوا علينا ربينا ما احنا اللاعبين هذا ومروا علينا ونعرف الدوري الجزائري زيدا نعرف الدوري يعني والنشطه في مختلف الدورات والفريق في البرنامج يعني التعدد رح يكون كامل من يوم 22 23 24 24 الشهر احنا رأنا في الموعد يعني كون جاء مدرب آخر لي ما يعرفش كورة ليدة جزائرية وخبار كورة ليدة جزائرية رح تكون صعبة عليه رأنا في الموعد وكان تقبل وكان يعني استخبار يعني من طرف اللاعبين وكان جو يعني نبس به احنا نخدم في سارم احنا نخدم في مصلحة كورة ليدة جزائرية والهدف الأساسي تعاني هو رفع الرأي الوطنية هده هذه الأولوية نعود الحديث عن مكان يعني كيف اشارك تشوف مشاركة المدخب الوطني حدود الجزائر في مجموعة تضم القابون ليبيا والمغرب يعني وش الهدف يعني يعني الافواج كل متقربة يعني كان في رق ما لازمش نسوي حسابات قبل ما نلعب لمباراية والهدف الرئيسي هو ربح المباريات نلعب ونحاول لنربح مبارا مبارا خطر كل مباراة عندها اهميتها وكل مباراة عندها الخباية تاحا وبالنسبة لي نهدو مباراة فخ ما لازمش نستسهل اي فريق واي مباراة وراح نطحنا في المجموعة مع فريق قابون اللي سبق وفز علينا في منفس قار رياء الفريق المغربي في آخر بطولة عالمية فريق الليبي مع المدربين جزائري يعرفوا خباية كورة للجزائرية رح المهمة ما تكون سهلة بالصح ما الصعبة في نفس الوقت احنا الفريق رح يكون جاهز وخاصة من جانب الفني ويعني الطاكتيكي وحتى الجانب النفسي ماشا نخد المباراة هذه بعزمة كبيرة ونكون جاهزين من جميع النواحي إن شاء الله وماشا هي الأهداف ميركم محببين تحقوها في آخر الأهداف هو الهدف الرئيسي يرجع كورة اليد الجزائرية المنصة التي تستاهلها وبداية بالتهاول إلى بطولة العالم ومن بعد إن شاء الله ما يكونش فيها إصابات ما تكونش فيها كولة سدد المنتخب من ناحية رياضيين الفريق إن شاء الله رح يكون جاهز ماش ينافس على أي يكون منافس عنيد لأي فريق ورح ندفع الحضور تعنا يعني ماش نرفع الرأي الوطنية إن شاء الله إن شاء الله يعني بعد نجاحك مدرب في فرق الجزائري عبر التكويج بهذه الألقاف مثل سبيبة آمينسكيكنا لي قطهم من البطولة والكأس وخد تجربة كذلك في الخليج بالضبط يعني في الجزائر والخارج يعني يعني أنا مع أمالسكي قدام متحصل معهم على ثلاث بطولات وكاس الجزائر وكاس السوبر وحتى ساهمت يعني في البطولات اللي تحصلوا عليها في فرق الشباب ضو بطولة جزائرية وكاس الجزائر وكنت من بين يعني ساهمنا كنت مدرب وطني في الفئة السنية أقل من 19 و21 سنة كنت مدير فني وطني يعني يعني نعرف مني خبايا بطولة جزائرية كنا يعني من جميع نواحي شاركت مع المنتخب مدر السعودي في الدورة السعودي وبطولة خاليجية وكاس العالم الأندية سنة 2012 ولعبنا ضد فرق عالمية مثل كيل والبرسا والبرسلونة ويعني فرق عالمية مونبيري الفرنسي يعني ذاك شاركت ذاك حاليا راني مدرب نادي الشمال القطاري وراني نشرف عليه منذ موسمين ذاك الحاجة الفرق بين كورة الجزائرية وكورة الخالجية بصفة عامة هو الفرق في الإمكانيات مش إمكانيات مالية فقط إمكانيات مالية وإمكانيات يعني في يعني الهياكل الرياضية يعني الفرق الأسيوي بصفة عامة راها تسير بصفة يعني محترفة مقارنة بالفرق الجزائري يعني المستوى الكورة الجزائرية يعتقد أفضل بالمقارنة مع الخالج أكيد شوف أنا هضرتها أسبق وهضرتها كورة الجزائرية تمرض ولكن لا تموت فيه مواد خام فيه لعبين يصاعدين كل مرة نقعوا أسماء جديدة يعني تضخ في القائمة الأولى على المنتخب الجزائري لكن إحنا مش يكون نجاح يعني والعودة المستوى العالمي لازم الاستثمار يعني في مراكز تكوين في مهل هيكل الرياضية كقاعات يعني عالمية لزاري هناك ما نشوفه حتى في الدول الأوروبية ودول الخليج ولازم إمكانيات الأندية المفروض كل نادي عنده الهيكلة الرياضية مش يشتغل بأكتر أرياحية وعنده الإمكانيات مش يقدر يسوي تكوين وشيوال لازم السياسة تمشي في السياق هذا وتشتغل دير دي كي يتشارج مع الأندية هذا ومع الرياضة هذه خطر هذه الرياضة هي الرياضة شعبية التانية لمدة نتائج الجزائر لازم تلقي الدعم الكافي إن شاء الله مش ترجع للساحة الدولية إن شاء الله يعني في رأي كنت ترجع الكرة الجزائرية في سنة الأخيرة مرتبط بالضحف عن الإمكانيات المنشآت لا 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 هذه بين النقاط بين النقاط يعني هذا كما يقول لك شرط أساسي ضروري لكن غير كافي منشآت الرياضة بعد يقعد أمورات التسيير أمورات الاستقرار أمورات يعني عندك مدربين من طراز يعني عالي مش تقدر تخدم في التكوين خاصة في الفئة الشبانية تستير برامج على متوسط وطاويل المدى هذا شي اسمه هذا هضرنا على الهياكل فيه نقاط تكميلية والكل يمشي في طريق واحد في سياق واحد مش يكون نجاح مش يكون خطر مع الأسف يعني واللي ندرك أنا مدربين حتى الصحافة تلتف حول الرياضة هذه اللي قادرت مد نتائج للجزائر مش في المنافسة الرياضية فقط لازم يكون التفاف على طول السنة على طول السنة يكون يعني تغطية إعلامية تغطية يعني هذا الشي اللي راح يمدافع يعني ماركتينج راح يمدافع الكرة اليد الجزائرية مش ترجع للساحة وشي قلت لازم الكل يمشي في سياق واحد هذا من بين العوامل منتع النجاح لكن لازم الكل يمشي في سياق واحد لازم كل حاجة في مكانها كل حاجة تمشي في مكانها واختيار يعني الناس اللي يكونوا عندهم مستوى تانية أكيد أكيد كرة الجزائرية عندها تاريخ ويعني الناس اللي قدمت الكرة للجزائرية نحييهم بالمناسبة يعني يمدوا وشرفوا كرة للجزائرية وخلوا نظرة منيحة الكرة للجزائرية احنا جينا صغار وراها بس نحن نفتخر بهم ونعتز بهم ولازم علينا مش نحمل مشعل مش نكمل في نفس المنوال لكن الظروف قبل و الظروف الحين راهي غير لازم نوفر أدنى الشروط يعني لتخلينا نشتغل في نقدر نطور هاد اللعب ان شاء الله يمكن تحدثنا عن أهدافك بعد نهاية الكان يعني أشكرا تستمر مع المتخب الوطني ولا تبقى مع نادي الشمال يعني وشي أحي قل لك أنا ماذا بي ندير خطر الفرق الوطني يدرك كين مهمة مباشرة يعني على قصير المدى هو العمل أكتر شي يعني عملون يكون عنده يعني فائدة كبيرة المنتخب هو العمل يعني يتسطر على متوسط وطويل المدى إن شاء الله تكون فيه إمكانيات الفرق الوطني أنا شي قطلك نعتز به ونفتخر به مش نكون مع الفرق الوطني حتى ولو يكون على الجانب المادي هذا ماشي مشكل احنا أكتر شي يعني بلدنا الجزائر نفتخروا بها في كل مكان في العالم ونعتز يزيدنا افتخار تواجد على رأس يعني هيئة فنية كالمنتخب الجزائر يعني تحدث مع رئيسة الاتحادية حول التخطيط أو البقاء أو يعني احنا المتخب الوطني يعني ما نخبيش عليك رئيسة الاتحادية عندها نية مش يكون فيها عقد ممتد وأنا ما عندي احتمن على حد الحين احنا عنا مهمة الحين تاع بطولة الافريقية حالنا تكون تركيز على الدورة هذه وإن شاء الله للبقيات حديدة إن شاء الله إن شاء الله كلمة ختمية نختم بهذا الحديث شكرا من الأخ كريم نشكرك على الاستضافة هذه والالتفاة هذه الكرة اليد إن شاء الله الجمهور الرياضي يلتف حول الفارق هذا والشبان هذا مش يعطيهم دعم معنا ويقدروا يعني نرفع التحدي في القاهرة إن شاء الله وإن شاء الله نتجاوز على كل الاختلافات الموجودة يعني في البيت الاتحادية وحتى في عائلة كرة اليد لازم نحاول نكونوا إيجابيين أكثر من سلبيين في مصلحة كرة اليد الجزائرية إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا إلى هنا مشاهدينا عبر قناة البلاد نكون وقد وصلنا إلى ختام موضوعنا لنهار اليوم شكرا لكم على موضوعنا